اختتمت في العاصمة الموقات التي عدن ورشة العمل الخاصة بتوصيف كليات وبرامج جامعة ابيكس الامريكية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا حسب نماذج مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة تنفذها جامعة ابيكس الامريكية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتدريب المهني وهدفت الورشة الى التعريف المشاركين باعداد وصياغة الرؤى والرسالات والاهداف لجامعة وكلياتها وبرامجها الاكاديمية وفق معايير الاعتماد الاكاديمي وفي ختام الورشة شرى مدير عام مؤسسات التعليم العالي الاهلي بوزارة التعليم العالي خالد شعفل الى اهمية الشراكة بين الغزارة وبين جامعة ابيكس الامريكية في غلق او خلق علاقة تكاملية من شأنها النهوض بمستوى التعليم العالي والاكاديمي واكد شعفل على ضرورة توصيف المقررات الدراسية لبناء آليات فعالة لشراكة بين البرامج التعليمية ومؤسسات المجتمع